ليه بقى منتخب مصر النهاردة او ليه كابتل حسام حسن النهاردة لها بتلات مدافعين طيب تقولنا بنسمع عن حاجة اسمها عمق الدفاعي اللي قصة ببساطة شديدة لكابتل حسام حسن النهاردة بيحط التلاتة او اي كوتش بيلعب التلاتة عشان دايما المسافة اللي ما بين الخطوط بيتخلي مساك دايما هو يطلع يلمي الحتة دي ويحصل عملية الترحيل للاتنين مساكين التانين يغطوا داره هو ده اللي حسن النهاردة من كابتل حسام حسن فاشكيا ما لقيتش ولا هجمة لمنتخب مرتنية الا بعض الهجمتين حتى اللي جمعة الشناوي دول كان فيهم ارتجالية وفي نفس الوقت كان فيهم كرة تانية بتوع دعا نشوف بعض اللقاطات ليه كابتل حسام حسن بيلعب بتلاتة وليه الفكرة دي كانت نكحة بنسبة مليون في المية زي ما انت شايف هنا هتلاقي التلاتة بتوع منتخب مصر خالد صبحي بعدين محمد عبد المنعم بعدين كابتل الفرة اللي هو رامي ربيعة اول ما منتخب مرتنية يبدأ يحضر الكرة عاوزك تبص على رامي ربيعة وعاوزك تبص على وقفة بتاعة خالد صبحي محمد عبد المنعم اول ما رامي ربيعة هنا بص بيعمل بيدوه هنا بيقولهم اطلعها جماعة عشان نبقى على خط واحد اول ما منتخب مرتنية يبدأ ياخدوا الكرة عاوزك تبص على رامي ربيعة دخل فينا كريم هو بدأ يزق مع مين مع اللعيب الزيادة اللي بيجي في انصاف المسافات او ما بيجي ما بين الخطوط فاول ما رامي بدأ يطلع عنده مين على طول راحل مكانه محمد عبد المنعم وخالد صبحي فالكرة اول مربيعة على طول ام محمد عبد المنعم ده غطى مكان رامي ربيعة نشوف برضو يا كريم برضو الكرة اللي بعدها نفس الكلام برضو هنا منتخب مرتنية اللي بيحصل يلعب الكرة العالية هتلاقي على طول اللي اتنين محمد عبد المنعم وخالد صبحي اللي اتنين مع بعض مع الراجل بحس ان الكرة التانية لو نزلت هتلاقي ان فيه واحد مغطي مع خالد صبحي ومحمد عبد المنعم رامي ربيعة واخد الراجل الزيادة اللي جاي هو ده العمق الدفاعي ان انت بتعمل عمق عشان خاطر اي لعيب جاي زيادة بيقدر منتخب مصر يشير نشوف برضو الصورة اللي بعدها لغاية لما منتخب مصر الكرة بتتقطع من الدابل اللي اتعمل من محمد عبد المرعن بص بقى كريم الكرة دي منتخب مصر هنا واقف خمسة اول واحد محمد حمدي ثم خالد صبحي ثم محمد عبد المرعن بعد كده رامي ربيعة بعد كاف الاخر احمد عيد نشوف بقى الصورة اللي بعدها بص هنا على لعيبة مورتانيا شايف طبعا لحظة اقف هنا بس بص يا كريم اللي بين الحتة اللي بين الخطوط دي اللي هي بتلابين بين الخط اللي هو اللي عنده نص الدائرة اللي واقف فيه مروان عطية وما بين الخط الدهر اللي هو الخمسة اللي وراء شايف المسافة اللي في النص دي يا كريم المسافة دي فيها لعيبة مورتانيا عاملة زيادة الزيادة دي ممكن تخلي اي حد يسلم ما بين الخطوط ويبدأ يعمل هجم على منتخب مصر. فهنا لما حطيت تلاتة فيه واحد هيطلع دايما يلم ما بين الخطوط والاتنين هيرحلوا. تعالنا نتفرج على الكرة دي اول ما منتخب مور تاني. هيبدأ يحضر بالكرة بص الراجل اللي اتحرك اهو ما بين الخطوط اللي ورا الحكم. بدأ ينزل. بص اللي هيحصل يا كريم. نشوف الصورة اللي بعدها رامي رابعة بدأ يعمل ايه? بدأ ينزل معاه. الصورة اللي بعدها بص الرجل اللي وصل لحد فينه الرامي ربيعة فين؟ بص بقى محمد عبد المعين وخالد صبحي عملوا ايه؟ رحلوا فبالتالي نكمل بقى الكرة اللي بعدها اول ماركورة هتتلاعب عليها اللي هيحصل يا كريم الاتنين اللي جم ما كان خائم رامي ربيعة عملوا العمق الدفاع اللي بيتانع عليه وامواخد الكرة رغم من رامي ربيعة في نص الملعب اذا انا بلعب ثلاثة عشان المدافع الثالث ايان كان هو مين من الاتنين سواء خالد صبحي او سواء رامي ربيعة لما بيطلع ياخد الراجل الزيادة اللي ما بين الخطوط يحصل عملية الترحيل من لعبي منتخب مصر فبالتالي فكرة نجحة بنسبة مليون في المية شابول الكابتن حسام حسن يا جماعة قبل ما نيجي نحكم على حد نتفرج كويس او على الكورة ونتفرج او على التاكتكس نتفرج كويس اوي راجل ده بيعمل ايه القصة بتمشي او ما بتمشيش دي حاجة ليه علاقة بجودة العائلين في تنفيذ الافكار انما فيه فكرة كابتن حسن حسن عماله النهارده وكتنجحة بنسبة مليون في المية عشان كده عشر مهدف وزيره كرينشي الله عليك